سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين أما بعد نقولنا عندنا جهتين بهما نعرف الدكيل من جهة الرأي الجهة الأولى هي جهة ماذا؟ مراعاة اللفظ وأغفال المعنى الجهة الثانية مراعاة المعنى وأغفال اللفظ سنتحدث الآن بعدما ذكرنا الصور المترتبة على كل صورة منهما أو على كل جهة منهما كنا نقلنا عن الشيخ الذهبي مجموعة من الصور ترجع إلى الجهة الأولى أربع صور والجهة الثانية التي هي مراعاة المعنى وأغفال اللفظ كنا نقلنا صورتين والصور أكثر من ذلك يعني يمكن المتأمل والمستقرق أن يستخرج صورا أخرى لمراعاة اللفظ وإغفال المعنى أو مراعاة المعنى وإغفال اللفظ نحن حتى نزيد الأمر وضوحا سنتحدث بالتفصيل عن كل جهة من الجهتين وأهمية المعنى وأهمية اللفظ وأهمية عدم إغفال المعنى أو اللفظ عند التفسير بالرأي أي شيء يا مولانا تفضل الحديث التفصيل عن الجهة الأولى مراعاة المعنى وإغفال اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحديث التفصيل عن الجهة الأولى مراعاة المعنى وإغفال اللفظ من الأخطاء العلمية الفاحشة الفاحشة الإقبال على الأمور بأفكار مسبقة ويكون أفحش إن تعلق ببحث عن الحقيقة أو مناقشة مسألة أو تمحيس رأي أو تقويم دليل أو الحكم على فكر أو شخص لأن الفرض أن البحث يقتضي الإنقياد لما يسلم له البحث لا تطويع البحث لما يريد البحث هذا القضاء موجود في القديم وموجود في العصر الحديث وهو من الأسباب الضلالات الشائعة وهو الدخول على البحث بأفكار مسبقة أنت تريد أن تبحث في مسألة مثلا حقوق الإنسان مثلا في الإسلام مسألة المرأة في القرآن مسألة الطفل في القرآن والسنة أي مسألة من المسائل أنت مثلا مقتنع بالفلسفة الماركسية أو الشيوعية أو مقتنع بمواثيق الغرب تجاه هذه المسائل وتصوراتهم فأنت تبحث في القرآن وفي السنة عما يؤيد أفكارك أن هكذا كان يفعل المعتزلاء والجهمية والخوارج والمشبهة ويغفلون ويغفلون بقية النصوص فهؤلاء هم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم جعلوا القرآن عضين فتعضين القرآن ليس من الأساليب المحترمة في البحث لذلك البحث ينبغي أن يكون موضوعيا لا ذاتيا بمعنى أنني إذا أردت أن أبحث مسألة فأنا أجمع الشواهد أجمع الأدلة أجمع الآراء أجمع الاتجاهات في هذه المسألة جميعا ثم بعد ذلك أنظر في الشواهد التي لدي والأدلة والقراء والآراء وأدلة هذه الآراء ثم بعد ذلك إذا ظهر لي أن هذا الرأي أقوى أقول ذلك إذا ظهر لي أن هذا الرأي أضعف أقول ذلك في القرآن عندما أبحث في حكم الإسلام في مسألة معينة أنا ينبغي أن أجمع كل الآيات والأحاديث الواردة في الموضوع المرأة في الإسلام أو المرأة في القرآن مثلا أو الحجاب هل هو من الإسلام أو ليس من الإسلام الفرية في الإسلام حقوق الإنسان في الإسلام كل هذه المسائل إذا أردنا أن نبحثها ينبغي أن نبحثها لا بحثا عن آرائنا ولكن بحثا عن عن توجيه الله سبحانه وتعالى ومراد الله سبحانه وتعالى لننقاد نحن بعد ذلك لمراد الله وليس العكس يعني نحن لا نريد أن نقود النصوص لتخدمنا بل نريد أن ننقاد لنكون نحن تابعين وراء النصوص لتقودنا هذه النصوص لمراد الله سبحانه وتعالى ماشي تفضل ولست أريد تفريغ الذهن تماما عند البحث بها فهذا ما لا يطاقه إذ الثقافة ليست جلبابا يخلع أو قبعة تزيحها إذا أردته وقت ما ترغب وكيف ما تريد إن الأمر في الإنسانيات أكثر تعقيدا مما نتخيله ولكن ما أقول أن يكون لدى البحث الاستعداد لتغيير قناعاته وأفكاره وأن يكون متحليا بروح الشجاعة والإنصاف والانقياد لنتائج البحث حتى يخلص للباحث الأصيل النقي من الأفكار والمعتقدات والأفكار والاتجاهات ويعتقده عن صدق ويقين وينزاح الدخيل المشوب الزائف إذ في بعض الحق دخن أو دخن وفي بعض العقين طيب يعني المعنى هنا أن أنت إنسان في النهاية وعندك آراء واعتقادات لا أريد منك أن تفرغ نفسك تماما هذا لا تستطيعه لكن المراد أن يكون لديك الاستعداد لتغيير أفكارك إن ظهر لك بالدليل أو بالبرهان أنك كنت مخطئ هذا هو المراد إنك بتبحث ورائدك البراهين ساكات عقلية أو نقلية إذ في بعض الحق دخن يعني في بعض ما تعتقد أنه الحق ستكتشف مع بعض الوقت أنه ليس كذلك وفي بعض اليقين ما يقبل الشك في بعض ما تعتقد أنه يقين ستجد أنه ليس قطعيا بل هو أمر ظني نعم والأمر في القرآن لا يخلو من هذا المعنى فقد وجدنا من الناس من يقبل على النص بأفكاره ومعتقداته حاملا لما تضمنته من معاني وقد جعل كل وظيفته أن ينطق القرآن بهذه المعتقائد وتلكم الأفكار إنها لجريمة كبرى أن نقبل على القرآن ونحن نريد تطويع النص لأفكارنا واتجاهاتنا وإن وظيفتنا أن نسكت نحن ولندعو النص ولندعو 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 النص يتكلم يعني يترك النص يتكلم أنت لا تتكلم أنت تنقاد إلى النص فإذا ما أدلى بدلوه وفق مناهج الفهم المعتبرة يمكننا حينئذ أن نحمل اللفظ القرآنية على معنى مناسب وربما وجد الباحث بين معتقداته وبين النص سبيلا ومدخلا وربما لا يوفق لذلك السبيل ولا لهذا المدخل فعندئذ لا يتكلف الربط بين القرآن ومعتقداته وإلا كان مسرفا ظالما لنفسه وللنص معا نعم ظالما لنفسه لأنه لم يبحث عن الحق وظالما للنص لأنه حمل النص ما لا يحتمل نعم واضح المعنى نعم ومن هنا جاء الذنب العلماء لمن يعتقد معنى ثم يريد حمل ألفاظ القرآن عليه من غيره أن يكون محتملا له أو محتملا له فابن قتابة رحمه الله يشير إلى منهج أهل البداع والأهواء في التفسير فيقول وَفَسَّرُوا الْقُرْآنَ بِأَعْجَبِ تَفْسِيرٍ يُرِيدُونَ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى مَزَاهِبُهُمْ أو يَرِدُوهُ يَرُدُّوهُ يَرُدُّوهُ إِلَى مَزَاهِبِهِمْ وَيَحْمِلُوا التَّأْوِيلَ عَلَى النِّحَلِهِمْ يُرِيدُونَ جَعْلَ الْقُرْآنَ نَاطِقًا مُؤَيِّدًا لِمَزَاهِبِهِمْ وَيُرِيدُونَ تَوْجِيهَ التَّأْوِيلَ لِيَكُونَ مُوافِقًا لِمَزَاهِبِهِمْ وَآرَئِهِمْ والإمام الشاطبي يجعل حمل الدليل على وفق غرض معين من شأن أهل الزيغ حيث قال فاعلم أن أخذ الأدلة من الأحكام يقع في الوجود على وجهينه والثاني أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة بأن يظهر في بادي الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من غير تحر لقصد الشارع بل المقصود من تنزيل الدليل على وفق غرضه وهذا الوجه هو الشأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة ثم قال وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تباعا ها إذن شوف كلام الشاطبي كلام جميل ورائع ورائق وكتاب الموافقات للشاطبي الحقيقة من الكتب التي ينبغي أن يقرأها طالب العلم كتاب لا يستغنى عنه في فهم الشريعة وفي معرفة مقاصدها وفي أيضا معرفة كيفية التعامل مع القرآن وقد ذكر الشاطبي في كتابه الموافقات الكثير من علوم القرآن التي يمكن أن تستخرج من كتاب الموافقات وقد رأيت بعض أساتذتنا استخرجها بالفعل وألف كتابا عنوانه علوم القرآن عند الشاطبي لأن التعامل مع نصوص القرآن وكيفية فهم القرآن أمر مشترك بين علوم القرآن وأصول الفقه فهذان العلمان يشتركان في البحث عن كيفية الفهم الأهدى والأوفق للقرآن فالشاطبي مع أنه غصولي لكن أيضا ذكر بعض ما تعلق بكيفية فهم القرآن وتفسيره مما يمكن أن يستفيد منه الباحث في علوم القرآن أيضا طيب ماذا يقول الشاطبي هنا؟ يقول الشاطبي هنا أن حمل آيات القرآن أو تفسير آيات القرآن على وفق أغراضنا نحن وعلى وفق زيغ قلوبنا هذا شأن أهل الأهواء طيب أهل الحق ماذا يفعلون؟ أهل الحق لا يفعلون ذلك أهل الحق ينقادون للقرآن فيقول فعلم أن أخذ الأدلة من الأحكام الأدلة الدلالات دلالات الآيات أخذ الأدلة من الأحكام يقع في الوجود على وجهي يعني أخذ الأدلة على الأحكام هذا معنا كلام أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهي طيب الثاني قال الثاني منهما هذا هو الذي يهمنا في بحثنا أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه ما معنى الاستظهار الاستظهار هو طلب الظهور يعني هو عنده غرض يريد أن يظهر هذا الغرض يريد أن يؤيد هذا الغرض أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة بأن يظهر في بادئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل أو هو يقول يعني ما أقوله هو ما يقوله القرآن الحكم الذي ذهبت إليه هو نص القرآن أو هو ما يؤيده القرآن من غير تحر لقصد الشارع يعني من غير تحر من غير بحث دقيق في المسألة عن دلالات الآيات وعن مضمون الآيات وعن أهداف الشارع الحكيم من إنزال هذه الآيات بل المقصود ليس قصد الشارع بل قصده هو بل المقصود من تزيل الدليل على وفق غرضه بل المقصود تنزيل الدليل على وفق غرضه فإذا هو لا يبحث عن قصد الشارع ولكن يبحث عن قصده هو قال وهذا الوجه وشأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة يعني كيف يقتبس الزائغون الأحكام كيف يستنبط الزائغون الأحكام يبحثون عن أغراضهم ومقاصدهم لا عن أغراض ومقاصد القرآن ثم قال وأخر الوجه الثاني يعني الذين تحدث عنهم هؤلاء يفكمون أهواءهم على الأدلة يعني يجعلون أهواءهم حكماً على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعاً يعني الأدلة تابعة لآرائهم وهذا شأن من لا يبحث عن الحق ولا يريد الحق نعم تفضل وقد بين الأستاذ صاحب الظلال تلك القاعدة المنهجية وذلك في معرض حديثه عن نقده لمنهج مدرسة الأستاذ محمد عبده في التفسير حيث قال إن هناك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة لا مقررات عامة ولا مقررات في الموضوع الذي تعالجه النصوص بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا فمنها نتلقى مقرراتنا الإيمانية ومنها نكون أو تكون نكون نكون ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعا فإذا قررت لنا أمرا فهو المقرر كما قررته ثم ذكر أن تنزيل النصوص القرآنية على مقررات سابقة سبب لوقوع الدخل في التفسير حيث قال في معرض رده على بعض التفسير المنحرفة للآيات ورد فيها لآياتهم ورد فيها ذكر الملائكة والجن والشياطين فسبب هذا عندهم أنهم يجيئون إلى القرآن يجب أن يجعلوا أنهم يجعلوا الإسلام والقرآن موافقاً الشيخ الآن يرد على بعض التفسير المنحرفة في شأن الملائكة والجن والشياطين أنتم تعرفون أن في القرن الماضي ظهر بعض المنتسبين إلى العلم وأرادوا أن يجعلوا الإسلام والقرآن موافقاً للأسلوب التجريبي في البحث الذي يسمونه الأسلوب العلمي حتى لا يتهمنا الغربيون بالتخلف وأننا نؤمن بالخرافات والغيبيات فأرادوا أن يفسروا أو يؤولوا الشياطين والملائكة تأويلات لم ترد ولا تفهم ولم يفهمها أحد من علماء المسلمين على هذا النحو فجعلوا الملائكة هي قوى الخير في الإنسان وجعلوا الجن والشياطين هي قوى الشر في الإنسان معنى ذلك أن لا يوجد مخلوق ذات يعني الملائكة ذات لها صفات الجن والشياطين زوات لها صفات فماذا حصل؟ قالوا الملائكة والجن والشياطين هي من أعراض الإنسان يعرض على الإنسان صفة تعرض على الإنسان فداعية الخير في الإنسان هو الملائكة وداعية الشر في الإنسان هو الشيطان معنى ذلك أنه لا وجود لذات اسمها الملائكة ولا وجود لذات اسمها الجن أو الشيطان طبعا هذا الكلام إنكار صريح لنصوص القرآن هذا الكلام فيه هدم لنصوص القرآن والسنة ربما هدم للوحي أيضا يعني أنت عندما تنكر وجود الملائكة وتجعلها على هذا النحو فإذن القرآن كيف نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذن القرآن نبع من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لا وجود لشخص اسمه جبريل وعندما تحدث القرآن عن شخص اسمه جبريل أو ملاك اسمه جبريل فمعنى ذلك أن القرآن يكذب يعني لوازم كثيرة تلزم على هذا الانحراف وهذا الانحراف ما سببه الأساسي؟ سببه الأساسي أنه عندك غرض مقصد وهو إنك تجعل القرآن موافقا لفهم أهل العصر الحاضر طيب أهل العصر الحاضر إذا رفضوا القرآن هل نرفض نحن أيضا القرآن؟ أهل العصر الحاضر عليهم أن يتعلموا من القرآن تقريب القرآن للناس مطلوب لكن بغير التنازل عن حقائق القرآن تقريب القرآن للناس مطلوب لكن تقريب يكون بالأسلوب بمخاطبتهم بما يعقلون بمخاطبتهم بما يناسبهم بردهم إلى الأصول الإيمانية بردهم إلى معرفتهم بحدود عقولهم وأنهم لا يستطيعون الحكم على جميع الأمور خاصة إذا كانوا في بداية الإسلام وهكذا هناك أساليب كثيرة صحيحة يمكن من خلالها تقريب القرآن إلى الناس بغير التنازل عن حقائق القرآن نحن لا نريد أن يكون الناس أصلا ندور عليه وندور حوله ونطوف حوله نحن نريد أن يكون القرآن هو أصلنا الذي ندور حوله ثم الناس بعد ذلك الناس بعد ذلك يعني نفهمهم حقائق القرآن بما يتناسب طيب تفضل فسبب هذا عندهم فسبب هذا عندهم أنهم يجيؤون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في أذهانهم أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانهم من قبله يرون الملائكة تمثيلا لقوة الخير والطاعة والشياطين تمثيلا لقوة الشر والمعصيته والرجوم تمثيلا للحفظ والصيانة إلى آخره وتأويلات كلها تأويلات الخطأ الأساسي في هذه التأويلات هو ماذا لما شاهد خطأ الأساسي في هذه التأويلات هو أنهم لم يراعوا ظواهر القرآن ولا حقائق القرآن ثم الخطأ الثاني أنهم ساروا وراء أغراضهم ساروا وراء ماذا أغراضهم وكلاهما خطأ خطأ فوق خطأ نعم تفضل يعني الأصل في الألفاظ أن تحمل على ظواهرها وحقائقها نعم هكذا كما قلنا نعم هكذا بالضبط لأن في مقرراتهم السابقة قبل أن يواجهوا القرآن أن هذه المسميات الملائكة والشياطين والجن لا يمكن أن يكون لها وجود مجسم على هذا النحو وأن تكون لها هذه التحركات الحسية والتأثيرات الواقعية من أين جاءوا بهذا ومن أين جاءوا بهذه المقررات التي يحاكمون إليها نصوص القرآن والحديث جاءوا بها من العصر الحديث الذي يمثل ضغطا عصبيا عليهم فيجعلهم يريدون بزعمهم تقريب القرآن إلى الغربيين من هنا جاءوا بهذا تصنطر وأشار إلى المنهج الأمثل في كلمة جامعة فقال إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره وفي التصور الإسلامي وتكوينه أن ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور سابق وأن يواجه القرآن بغير مقررات تصويرية أو عقلية أو شعورية سابقة تصورية يعني أمور يضعها يتصورها في عقله بغير مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة وأن يبني مقرراته كلها حسب ما يصور القرآن والحديث حقائق هذا الوجود وما كان أمر كهذا اتفق الكل على فساد طريقته وسوء أعاقبته أن يمر على الأصوليين دون أن يدلوا فيه برأي أن يدلوا دون أن يدلوا فيه برأي فرأيناهم على لسان الجويني يقررون أنه إذا حمل حامل آية من كتاب الله أو لفظا من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنثال هذه المحامل يعني الباطلة وأزال الظاهر الممكن إجراؤه لمذهب اعتقد فهذا لا يقبل فهذا لا يقبل هذا صريح كلام الجويني رحمه الله والجويني صاحب البرهان في أصول الفقه شيخ جليل المشيخ حجة الإسلام أبي حامد الغزالي هو عالم أشهر من أن يعرف به القصد أن هذا أمر متفق عليه يعني لا يقول بغير هذا عاقل الأصوليون علماء القرآن العقلاء كلهم يقررون ذلك من أين يقع الخطأ ومن أين يتولد الخطأ عندما يندفع الإنسان بدافع حب الانتصار لنفسه أو لرأيه أو لعقيدته دون مراعاة جانب البحث عن الحق دون مراعاة لانقياد للبحث أو لانقياد للقرآن هذا هو الذي يقع الإنسان في المهالك نعم فهذا الكلام وذلكم التقرير من علمائنا لا شك أنه بمثابة قاعدة متينة وضابطة قوية في تأصيل المنهج العلمي السليم الخالص من الخطأ والانحراف الذي يحمي المفسر والباحث في العلوم القرآنية من الوقوع في الدخيل وهذا التقرير يمكن تلخصه في وجوب إجراء الألفاظ على ظواهرها إلا للضرورات داعت لترك الظاهر وقرينة عقلية أو شرعية نعم هكذا وفي سبيل الانتصار لهذا المعنى نغفل دلالات الألفاظ مع أن الأصل هو أن تنظر إلى دلالات الألفاظ أولا أن توظيفتك أن تحمل الألفاظ على دلالاتها أن تحمل الألفاظ على دلالاتها وهناك قاعدة مهمة جدا أنا كنت قلت وأخبرتكم بها قبل ذلك الحمل من صفة من؟ الحمل من صفة السامع أليس كذلك؟ الحمل من صفة السامع نعم وإيه الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع قبلهما إذا أنت كسامع أو كقارئ للكلام وظيفتك لا أن تغير في دلالاته بل وظيفتك أن تحمله على المعنى ما هو المعنى؟ من أين نأتي بالمعنى؟ من الوضع الوضع اللغوي عندما أقول لك كتاب لا يمكن أن تفهم من كلمة كتاب قلم عندما أقول لك سيارة لا يمكن أن تفهم من كلمة سيارة طيارة إذن أنت وظيفتك حين تقرأ أن تحمل الألفاظ على دلالاتها الحمل من صفة السامع هذه قاعدة هذه قاعدة مهمة أيضا اكتبوها عندكم إذن خلاصة المسألة هنا أن يجب إجراء الألفاظ على ظواهرها ولا نترك هذه الظواهر ولا ندع هذه الظواهر إلا لدليل أو قرينة عقلية أو شرعية لأنه أيضا نقول أو نزيد نقول لأن المقرر أو لأنه من المقرر لدى الأصوليين أن الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع قبلهما واضح يا أخوانا نعم والحمد لله رب العالمين وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم